ممنون شو شو أغلوه أراد أن يحرج وزير الخارجية الألماني لأنه بسبب هذه الصورة التي سنعرضها الآن على شاشة لمسعود أوزيل مع رئيس تركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الإنجليزية لندن أثناء زيارة رئيس تركي رجب طيب أردوغان لإحدى الجمعيات الخيرية التقى فيها بوزيل هذه الصورة أحدثت ضجة في ألمانيا لدرجة بينه رئيس الألماني والحكومة الألمانية أصدرت تصريحات حيالها وعلى الفور تم الإتيان بأوزيل واستضافه الرئيس الألماني في قصره في ألمانيا وكان من الواضح أن هناك حالة كبيرة من الغضب من جانب أيضا اتحاد الكرة الألمانية على أوزيل وأيضا على اللاعب التركي صاحب الجلسية الألمانية جوندوغان واللي بيلعب في منشستر سيتي لذلك مولود شاوش أقوله حاب يحرق وزير الخارجية الألماني لم يقال له أنه نتمنى أنه استقدام نادي فنربخشة التركي لمسعود أوزيل لا يسبب لكم ضيقا ومشاكل مرة أخرى وتحدث عن أن الكرة القدم تعمل على توطيد العلاقات بين الشعوب لكن بلا شك أن هناك احتفاء كبير بأوزيل الآن في تركيا وحتى أنه على تويتر كتير جدا من مغاردين للأتراك كتبوا ودونوا ورحبوا بمسعود أوزيل خاصة بأنه أوزيل بالفعل أظهر انتماء واضح للشعب التركي عن طريق أنه مثلا كان على صفحته في انستجرام بيعرض بعض من لقطات العمل الدرامي أرترول وكان حتى بيتكلم عن كتير جدا من قضايا لهم الإسلامية مثل قضية الإيجور وشفنا حتى في فرح أوزيل اللي تم عقده في إسطنبول وكان رئيس تركي رجب طيب أردوغان كان حاضر في هذا الفرح وحتى أنه نادي فنربخش عرض على أوزيل أنه الأصر بتاعه أو الفيلا بتاعته هتكون بجوار فيلة وأصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منطقة إسكدار في إسطنبول وعلى جسد أردوغان اشتركوا في القناة